موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم أبنائنا طلب وطلبات الصف الثالث السنة والزراعي جميع المجالات أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحاصلات الزراعية ومادة محاصيل الحق في الحلقات السابقة احنا اتكلمنا مع بعض عن التكسيف الزراعي والتحميل ومحاور وأهم المحاور الرئاسية للتكسيف الزراعي والتحميل وعرفنا مشاكلتها مع تحميل المحاصيل وصور التحميل المختلفة النهاردة هنتكلم عن موضوع اسمه الدورات الزراعية وقلنا هنعرف ونوهنا عليها في الحلقات السابقة ان احنا هنعرف ايه هي الدورة الزراعية تعال نفكر مع بعض احنا لما اكون انا شاب رياضي بحب الرياضة ودخل علينا شهر رمضان الكريم بابصة لاي زملائي يقولك يلا نعمل دورة رمضانية يعني دورة رمضانية هنلعب كرة مع بعض هيتوفر عندي الملعب الملعب ده اللي هو الارض الفرق عندي اتوفرت كل فريق دفع الاشتراك بتاعه الاشتراك ده هنمثله في صورة المحاصيل بتحتي وهنلاعب ايه بعض احنا لما ننزل في قطعة الارض هي قطعة الارض اللي هنلعب بعض عليها اللي هي الملعب انا اللي هي نص الملعب اليمين وانت لك نص الملعب الشمال هيجي في الشروط التاني ايه اللي هيحصل تبادل بين الفرق ايه اصبح الملعب بتاعي اليمين وانت ملعبك ايه الشمال صح يا دي الدورة ايه اللي احنا بنلعب بها دورة كرة القضاء انا عايزك تاخد الكلام اللي انا قلته ده المنطبق على الدورة الرياضية وطبقه على تعريف الدورة الزراعية اللي هو نظام بموجبه يتم تعاقب وتبادل المحاصيل الزراعية في قطعة أرض معينة لفترة زمانية والمحصول الرئيسي هنا هيشغل قسم كامل من أقسام الدورة اللي هو اللي هياخد الكاس معنا هنبدأ مع بعض نشوف التعريفات دي ونشوف الشغل بتاع الدورة الزراعية معنا مع بعض تعريف الدورة الزراعية ومدة الدورة وفوايا دي الدورة هنتكلم عنها النهاردة وأضرار عدب اتباع الدورة الزراعية والعوامل التي يتوقف عليها تصميم الدورة الزراعية ايه هو؟ وناخدها ايه مع بعض وانتكلم عنها الدورة ايه الزراعية التعريف ايه بتاعها تعريف الدورة الزراعية أو يقصد بالدورة الزراعية النظام الذي تتعاقب بموجبه زراعة محاصيل معينة في رأكورة في مساحة محددة هذه الملعة من الأرض خلال فترة زمانية اللي هي الخمسة واربعين دقيقة اللي انت هتلعب فيها ايه شوت او ساعة ونص اللي انت هتلعب فيها ايه المباراة يبقى تعريف الدورة الزراعية تاني يقصد بالدورة الزراعية النظام الذي تتعاقب بموجبه زراعة محاصيل معينة في مساحة محددة من الأرض خلال فترة زمانية ايه محددة زي حضراتكم ما شايفينوا الصورة اللي تحت دي بتعبر ان المحاصيل هيحصل ايه اللي هي تبادل في قطعة ايه الأرض دي تحصل ايه حيلف ده هيجي مكان ده وده هيجي مكان ده خلال المدة ايه بتاعتها مدة الدورة ايه مدة الدورة بقى احنا مش قلنا مدة المباراة عندنا ساعة ونص او مدة الشوت 45 دي هي دي مدة ايه دورة بتاعتنا يبقى مدة الدورة عندي في الدورة الزراعية هي عدد السنوات التي تنقضي بين زراعة محاصيل الدورة في حقول الدورة واعاد زراعة تلك هذه المحاصيل في نفس ايه الحقول يعني انا عامل دورة ثلاثية ان المحصول ده هيتكرر زراحته هنا كل 3 سنين يبقى كل 3 سنين هيعاد ايه زراحته وده اسمها مدة ايه الدورة يبقى تعريف مدة الدورة تاني هي عدد السنوات التي تنقض بين زراعة محاصيل الدورة في حقول الدورة وإعادة زراعة تلك المحاصيل في نفس الحقول زي حضراتكم ما شايفين بصوا معي في الصورة اللي تحت كده بتوضح لك هذه دول تلات محاصيل هيلفوا دي قطعة أرض فاضية أول ما كل واحد ياخد مكانه ياخد مكانه يبدل مكان ده ومكان ده ومكان ده لمدة التلات سنين ويوصل للمكان الفاضي ده يبقى هي دي مدة ايه الدورة بتحت تمام كده نخش عن النقطة اللي بعد كده فوائد الدورة الزراعية ايه هي فوائد الدورة الزراعية زي ما تكلمنا عن فوائد التحميل وفوائد التجميع نتكلم عن فوائد الدورة الزراعية اي حاجة أنا بعملها لها فايدة وبتعم علي بالربح وبالخير وبالعقد الاقتصادي المناسبة للمحاصيل لو أنا طبقت صح اهم حاجة الاتباع الصح ليه لا؟ انه هتلاقي في معظم كلامك او معظم الدروس اللي انت درس لها سواء اخدتها في سنين السابقة يا صف الأول وصف الثاني كان يقولك اتباع دورة زراعية سليمة تعالوا نشوف مع بعض فوائد دورة زراعية مكومة الحشائش والحشرات والأمراض النباتية بأول نقطة مكومة الحشائش والحشرات والأمراض النباتية طيب هنا مكومة الحشائش لو أنا في الدورة الزراعية أني عندي أرض موبوءة بالحشائش ودخلت لها برسيم محصول علافي البرسيم ده هيحصل أزرع البرسيم وهيتحش معين من 4 إلى 5 حشات وهاجه كل حشة هيتنمو الحشاش هحشها قبل ما تكون بزور باقي بزور اللي كان موجود في الأرض هينمو مع الحشة التانية حشيت يبقى أنا كده بدأت أنضف الأرض من الحشاش طبعا مقاومة الحشرات إن أنا ما بزرحش محصول يكون عائل لنفس الحشرة يعني الحشرة ساكنة عنده في الأرض واجهة الزراع لها نفس المحصول العائل بتاعها تيجي تكمل دورة حياتها عليه وتعمل لي مشاكل بعد كده في النظام البيئي والأمراض النباتية نفس الشرح ونفس الكلام الخاص بالحشرة المحافظة على المادة العضوية والأزوت بالتربة أيها طبعا الدورة الزراعية من فوائدها المحافظة على المادة العضوية ليه لأننا اتفقنا وتكلمنا قبل كده أننا بزرع في الدورة محاصيل بقولية غير مجهدة مع محاصيل نيجيلية مجهدة يعني المحاصيل تتكون على جزورها العقد البكتيرية مع محاصيلها تتكون على عقد بكتيرية زي ودينا مثال زي الفول البلدي وزي البرسيم ده تتكون على جزره عقاد إيه بكترية بيقوم بامتصاص النيتروجين الجوي وتثبيته في الأرض في صورة أزوت إيه جوي ولكن المحاصيل النجلية بتستهلك الأزوت ولكن لا توفر إيه أزوت النقطة اللي بعد كده حفظ التوازن بين العناصر الغذائية إيه في الطربة أنا عندي المحاصيل النجلية وخصوصا محصول الزهرة الشامية ومحصول الأمح شارع جدا للتسميد أو استهلاك عنصر النيتروجين والزينك أنا لو زرعت كل سنة هزرع أمح ودورة دورة وأمح أمح ودورة وأمح في نفس الحتة هيحصل استنزاف لعناصر الغذائية خصوصا عنصر إيه الزينك وعنصر إيه النيتروجين فهيبدأ بعد كده الأرض تطلعها ورعا عندي ولما أزرع فيها المحصول هتبطلع النباتات هزيلة وصفرة وبين عليها أعراض النقص إيه للعناصر دي وأصبح عند وفرة في العناصر اللي هو النباتة المحصول دا ما بيستهلكهاش كان عايز محصول تاني إيه يستهلكها زي ترقم إيه الفصفور إيه والبتاسيوم تخش المحاصيل بكلية إيه تستهلكها الاستفادة من العناصر الغذائية في طبقات إيه التربة زي ما اتفقنا وتكلمنا قبل كده في التحميل من ضمن فواد التحميل إن أنا زرع محصول متعمق الجزور مع محصول سطح الجزور المحصول سطح الجزور كان هيستهلك المادة الغذائية والعناصر الغذائية من طبق سطح التربة العليا أما متعمق الجزور هيستهلك العناصر الغذائية أو هيتغذع العناصر الغذائية اللي هي موجودة تحت سطح إيه التربة النقطة اللي بعد كده زيادة معدل الاستغلال الأرضي والزمني أن أنا بزرع الأرض شتوي وصيفي وبزيد معدل الاستغلال بتاعها بقى لأن أنا كل سنة إيه هابدأ أغير أغير ودخل محاصيل إيه اللي هي أكثر ربحا وأشتغل إيه بها إيه في الدور الهروب من الإصابة بأفات بعض المحاصيل عن طريق الزراعة إيه المبكرة يعني أنا كده لو عندي بعض المحاصيل بيتصاب وبعض الأفات أنا ههرب بالزراعة إيه المبكرة خصوصا حشرة إيه التربس حشرة التربس دي بتصيب لي محاصيل إيه كتيرة وحشرة المنة بتصيب لي الأمحة في الزراعات إيه المتأخرة وبتصيب لي الفل البلد إيه في الزراعات المتأخرة ولكن أنا لما بكر شوية إذن هيتكون عنده الجزء الاقتصادي قبل ما تنزل حشرة المن وحشرة التربس التغلب على ظروف النمو السيئة خلال الفترات الأولى من حياة النبات يبقى التغلب على ظروف النمو السيئة خلال الفترات الأولى من حياة النبات نقطة لبعد كده منع تراكم المواد السماء التي تفرزها بعض المحاصيل بالطربة يعني إيه أنا عندي دلوقت محصول الكرومب أو نبات الكرومب بيطرق الجذر بتاعه بيطرق مادة سامة هو ومحصول الكتان في الأرض فهاجي أزرع محصول بعديهم فالمحصول بيبقى طالع ضعيف جدا ومش قادر يتحمل أي مظروف الجوية ليلا الجذر بتاعه متأثر وإحنا شرحناه قبل كده قلنا لو سكان العمارة اللي تحت مرتاحين اللي فوق هيبقوا مرتاحين الجذر حواليه مواد سامة مطروقة من المحاصيل السابقة فبتأثر إيه عليه فالدورة الزراعية بتمنع ليه تراكم المادة السامة اللي تفرزها ايه إن أنا أزرع كتانة وأزرع كرومب كذا مرة هيكون ليه المادة ايه السامة إنها كده هتغلب ايه عليها تنظيم الأعمال بالمزرعة إن أنا بدخل محاصيل بتخلص معايا أو تنتهي معايا بسرعة وبعد كده بيخش معايا محصول تاني فأنا أقدر كده أوزع أي الأعمال المزرعية عندي طول إيه السنة بدل ما لاقي المحاصيل الشغل عندي متراكم في وقت واحد وبعد كده الشغل عندي في باقية السنة ما فيه الشغل على سبيل المثال لما نيجي نحصد أمح فعملية حصاد الأمحة تلاقي كل الناس محتاجة عمال تحصد ايه أمح ولكن أثناء خدمة المحصول في باقية الأوقات ما فيش ايه حصاد ايه للأمح والعمالة ايه قاعدة توزيع الإرادات على مدار السنة وعلى سنوات ايه الدورة إن أنا طبعا عند المحصول الرئيس الأقصر ربحا موجود معايا في كل ايه السنين متوزع على مدار ايه السنين وفي كل ايه الأقسام فبالتالي أنا كده بوزع الإرادات ايه بتحتي كل التعرض المزارعين للخسارة كل التعرض المزارعين للخسارة يعني أنا مش هاخصر لأن أنا متابع ايه دورة زراعية المحاصيل اللي معايا أنا موفق عليها وبتحققها لربح عالي فإذا حصل انخفاض في سعر محصول معايد ممكن أخش عن طريق حاجة اسمها تعديل الدورة وعدل الدورة بتحتي وأسحب المحصول ده ودخل مكانه محصول أقصر ايه ربحا الاقتصاد في تكاليف خدمة الأرض الاقتصاد في تكاليف خدمة ايه الأرض لأن أنا بزرع المحاصيل اللي بتخدم ايه بعضها البعض نخش بعد كده توفير مياه الراي أنا أنا بوفر مياه ايه الراي باختار المحاصيل اللي بتجود ايه في المنطقة عندي أو في تناسب المنطقة على سبيل المثال أنا عندي دورة رز فالأراضي اللي بتزرع ايه رز ما ينفعش في صوبة التربة إن أنا بزرع محاصيل مجهدة مع محاصيل غير مجهدة ألاقيل بيطلع فيها مدر ايه كتير ليه لأن المحاصيل متعمقة الجزور قامت بتجميح وبيبات ايه التربة زيادة انتاجية ونوعية المحاصيل طبعا الانتاجية عندي ايه هتزيد لأن أنا عادي الفرصة لكل محصول أن ياخد وقته ويزرع في المعادل المناسب ايه ليه وبالتبادل أن ما حصلش اجهاد وتوفير العناصر الغذائية في التربة فبالتالي هتزيد الانتاجية والنوعية بتاعته والشكل ايه بتاعه النقطة اللي بعد كده أضرار عدم اتباع الدورة الزراعية انت لو ما اتبعتش الدورة الزراعية ايه هو الضرار اللي هيقع عليك او هيقع على المزارع اللي هو مش هيتبع الدورة الزراعية اول نقطة تدهور صفات التربة نتيجة الاصراف في استخدام مياه الري مما أدى الى ظهور الاملاح نتيجة ارتفاع مستوى الماء الارضي انا لما زود مياه الري زي ما حضراتكم شايفين المية في الصورة دي تركز معايا المية ركنة معايا في حتة وخفيفة في حتة تانية فتلاقي الحتة الخفيفة اللي ما فيهاش مية كتير مش غير انا النبات بتاعها قوي ولكن المنطقة اللي النبات ركنت فيها اللي المية ركنت فيها عملت عندي بركة والنبات فيها طلع ايه ضايف يبقى تظاهر صفات الطربة نتيجة الاصراف في استخدام مياه الري مما أدى الى ظهور الاملاح نتيجة ارتفاع مساوى الماء الارضي اننا برضو الناس اللي هي بتزرع رز الارض عندها ايه بتبدأ ايه تتأثر تبديل مساحات ضخمة وزاعة الربحية العالية تبديل مساحات ضخمة من الارض الزراعية في زراعة محاصيل غير السراتيجية وزاعة الربحية ايه عالية في ناس انا عندي محاصيل مهمة ما قدرش اطلعها بردورة زي الامح والقط الزرعة الشامية الفول البلدي الفول الصوية دي محاصيل رأسية ممكن واحد يجي داخل بنبات طب وعطري ليه النبات الطب والعطري ده عندنا في احتياج ليه بس الاحتياج مش شديد يعني اروح حركة المحصول السراتيجي وازرع المحصول ده علشان خاطر يجيب لي ربحية عالية وبعد كده يعملي ايه تدهور ايه في الارض طيب انا على سبيل المثال روحة الزرعة تفدى النعناع هناخد مثال يعني كلنا عارفين النعناع ده نبات طب ايه وعطري نبات النعناع ده اذا ملقتش حد يشتريه عمر ما هقدر اشرب فدى النعناع ولكن لو انا زرحت فدى النقمح هقدر اخزن الامح اللي هيطلع منه واستخدمه تاني سنة حتى لو ملقتش حد ايه يشتريه ده المقصد من ايه من النقطة دي النقطة اللي بعد كده تلوس البيئة الزراعية نتيجة نتيجة الاستخدام المفرد في المبيدات نتيجة عدم اتباع دورات لسنوات طويلة مما ادى الى زيادة مهاجمة الحشرات والامراض النباتية والافاتية الاخرى طبعا احنا قلنا انه لما بزرع بتتبع دورة زراعية ما اتبعتش دورة زراعية بزرع النبات او بزرع المحصول تكرار زراحته بيخلي الافة الحشرية اللي هي او العائل بتاعها او يكون هو اه عائل لها تبدأ تنتشر بكميات ايه كبيرة فاصبح المقاومة العادية او المقاومة الحيوية غير مجدية يعني انا لو ما سيبها للمفترصات الطبيعية مش هتخلصة لانها هتكون عندي بكميات ايه كبيرة فاصبحت عندي بصورة ايه وباء فانا باضطر احد من الافات دي باستخدام المبيدات باضطر استخدم اكثر من مبيد هيقولك ليه لان انا استخدمت المبيد ده في الرشا دي واجت بعد 10 ايام 15 يوم الرشاة نفسه من المبيد بتبدأ الحشرة تتحور والطلع اللي يجيه المقاوم للمبيد فانا باضطر اغير المبيد علشان خاطر ما تتحورش وايه واقدر اه دي ايه عليها فمع تغيير المبيد ده وكتر استخدام المبيدات بيعملي تلوث للبيئة الزراعية لانك انت مش عارف المبيد اللي هو موجود ده مدة بقاءه في الطربة قد ايه لان انت لما تمسك ازازة المبيد وتبص عليها وتقعد تشتريها بص على 3 حروف مكتوبين بالانجليزي BHI ايه هي BHI اللي هي فترة ما قابل الحصاد او مدة بقاء المبيد في الطربة في مبيد ممكن يقعد 15 يوم في مبيد يقعد لحد 5 سنة حتى في الزراعات العضوية لما تقعد تزرع ارض عضوي علشان تطلع الارجانيك الاصلي لابد من زراعة الارض لمدة 5 سنوات دون استخدام المبيدات ليه لان المبيد ممكن يقعد عندي في الارض لمدة 5 سنوات فبالتالي تلوث البيئة الزراعية نتيجة الاستخدام المفرد في المبيدات ان انا عايز اتخلص من الافة دية اللي بقت خلاص هو باق عندي وانا مش عارف ليه لانا انا ما اتبعت دورة زراعية وكل شوية ازرع لها المحصول اللي هي بتحبه كأنك انت عايز تاكل اكلة معينة بتحب اكلة معينة كل ما تروح البيت والديتك تقدم لك نفس الاكلة تقدم لك نفس الاكلة فبتفضل لحد ما بتزهى ايه منها وبتبدأ ايه صحتك ايه تتأخر لانك انت ما دخلتش بعض الاكلات التانية اللي فيها بعض العناصر اللي هتفيد ايه جسمك النقطة اللي بعد كده نقص مساحة القطن المصري طويل للتيلة على مدى قرن من الزمان طيب القطن المصري او الدهب الابيض بتاعنا حصل له نقص في المساحة على مدى قرن من الزمان ايه اللي حصل؟ حصل ان حصل تفتت في الحيازة الزراعية والناس بدأت الاجارات تغلى بتاع الاراضي فبدأ الناس يتجه لزراعة المحصول اللي يجيب فلوس كتير طيب محصول القطن مش هيجيب معايا ايه؟ فلوس كتير الاول كان بيدي ربح كبير الفلاحين زمان وكل المزارعين كان لما يحب يجوز ابنه يقوله هجوزك ايه في جني القطن كان يجن القطن من هنا ويجوز ايه ابنه او بنته من هنا او يجهزها ايه من جني القطن فجينا طبعا لما حصل عدم اتباع دور الزراعية حصل تفتت للحيازة فكل واحد بدأ يزرع المحصول اللي على مزاجه اللي على هواه وبدأ اهمال زراعة القطن المصري خصوصا ان القطن المصري عندي بيزرع من بداية شهر فبراير بياخد معايا من فبراير لحد اول اكتوبر او نهاية ايه ستمبر والجامع بتاعه ايه بيتم وابدأ ازرع مكانه ايه المحاصيل الشتوية فبالتالي طول الفترة دي طول بقاءه في الارض هو محتاج فلوس تتصرف ايه عليه النقطة اللي بعد كده عدم امكانية تخصيص مساحات محددة من الارض اللي زراعة الحبوب للاكتفاء الذاتي منها من لا يملك قوته لا يملك حق قراره دي مقولة شهيرة من لا يملك قوته لا يملك حق ايه قراره محاصيل الحبوب من المحاصيل السراتيجية اللي بتعملي اكتفاء ذاتي على سبيل الامحة محصول الامحة ده انا هطلع منه عيش اللي انا هاكله انت تقدر تستغنى عن اي حاجة بس ما تقدرش تستغنى ايه عن العيش فبالتالي انا لما بروح اهمل زراعة محاصيل الحبوب وازرع محاصيل تانية زي اديت لك مثال من شوية اللي هو لوانا زراعة فدان نعناع وما كانش له سعر مش هاقدر اشرب فدان نعناع او اتغذى على فدان نعناع ولكن الامحة ممكن اخزنه ويقعد معايا للسنة التانية لانه هو محصول استراتيجي انا هستخدمه في البيت هعمل منه الكيك هعمل منه الخبز هعمل منه مكرونة هعمل منه صناعات ايه كتير النقطة اللي بعد كده العوامل التي يتوقف عليها تصميم الدورة الزراعية ايه هي العوامل التي يتوقف عليها تصميم الدورة الزراعية حضرتك هتصمم دورة ايه اللي انت هتعمله فيها هتتبع ايه هتختار ايه هتنظمها ازاي يبقى احنا هنشوف اهم العوامل وبعد كده هنتكلم عن تصميم الدورة أول عامل معايا نوع التربة نوع إيه نوع التربة إيش معنى نوع التربة أقول له حضرتك إحنا عندنا هنا في مصر ماشي مجموعة دورات زراعية أساسية أول دورة اللي هي دورة القطن دورة القطن المحصول الرئيسي فيها إيه قطن ولكن دي بتزرع في الأرض إيه الطينية بتطبق في الأراضي إيه الطينية والطينية إيه السقيلة عندي دورة قصب بتزرع دية للمناطق اللي بتزرع إيه قصب فبالتالي نوع التربة بتحكم برضو إيه معايا عندي دورة أرز طبعا الأرز بيحتاج أراضي طينية سقيلة زي شمال الدلتا علشان كده ما تلاقيش أرز في شمال الصعيد ليه لأن برضو نوع التربة بيختلف إيه معايا عندي دورة فول سوداني طب دورة فول سوداني لإيه الجديدة اللي هي الأراضي الرملية فأنا المحصول الرئيسي هنا الأكثر ربحان فيها يكون إيه الفول السوداني فأنا عندي دورة قطن وعندي دورة رز وعندي دورة أصب وعندي دورة إيه فول سوداني دي مجموعة الدورات اللي هي بتتطبق إيه في مصر حسب طبيعة المنطقة وحسب نوع إيه الطربة يعني ما ينفعش أروح أصمم دورة زراعية في أراضي مستصلحة حديثا أو أراضي جديدة أحط فيها القطن ده خطر جدا ده عيب من عيوب تصميم إيه الدورات أو أروح يكون عندي أرض طينية سقيلة أدخل من ضمن محاصيل الدورة محصول فول سوداني ده برضو إيه من ضمن الأخطاء الكبيرة اللي ممكن يقع فيها لوحده بيصمم إيه الدورة لأنه محصول الفول السوداني من محاصيل الأراضي الجديدة أو محاصيل الأراضي إيه الرملية لأنه الجزء الاقتصادي بتاعه بيتكون تحت سطح الطربة طيب تاني حاجة في التصميم براعيه مناخ المنطقة مناخ المنطقة مناخ المنطقة إيش معنى مناخ المنطقة هقول لحضرتك إحنا لو بصينا للمحصول الأصب هلاقي الأصب بيزرح فيه في محافظات الصعيد بيزرح في جنوب مصر لكن الشمال في الدلتا ما بتزرحش إيه قصب السكر بكسر إليه لأنه ما بيحتاج درجات حرارة عائية وبيتحتاج كمية مية إيه كبيرة ودرجة الحرارة بتأثر على حاجة اسمها الاستقطاع الكيماوي بمعنى نسبة السكر فين في العيدان لما تروح تورد المصنع بيعمل لك حاجة اسمها استقطاع الكيماوي بيقس لك نسبة السكر اللي موجودة إيه في العيدان وبالتالي بناء عليه بيحسبك المصنع وبيديك سعر إيه القصب طبعا أنا عندي بعض المحاصيل زي محصول الأمح ممكن يزرع على مستوى جمهورية الأمح بيزرع عندي على مستوى جمهورية ولكن نقف هنا وقف مع الأمح وندلوه تعظيم سلام ليه ندلوه تعظيم سلام؟ لأن ما ينفعش زراع الأمح كله على مستوى الجمهورية لأن عندي أصناف تختلف حسب إيه المنطقة بمعنى إيه؟ بمعنى أن الأصناف الضيورة اللي هي أصناف أمح المقارونة بتزرع في الصعيد ولكن لا يمكن زراعتها فين؟ في شمال الدلتا أو محافظات إيه الدلتا لإصابتها بأمراض الأصداء الشديدة يعني أنا لو زرعته في بحري هيصاب بالأصداء ومش هيجيب معايا محصول فلابد أزرعه فين في الوجه الإبلي علشان خاطر إيه؟ نسبة الرطوبة إيه منخفضة فبالتالي هيجيب معايا إيه محصول مع أنه هو أمح طبعا كل المحافظات بتزرع إيه أمح ولكن أنا براعي هنا أهم الأصناف حسب مناخ إيه المنطقة تعالوا نخش النقطة اللي بعد كده نوع التربة إحنا تكلمنا إيه؟ عنها نظام الرأي والصرف السائد إيه في المنطقة إيه هو نظام الرأي والصرف السائد في المنطقة؟ طيب أنا عندي منطقة نظام الرأي السائد فيها رأي حديث رأي بالطنقية أو رأي إيه؟ بالرش طيب أروح أختار لها محاصيل إيه؟ طيب أنا دلوقت عندي الرز هل ينفع دخل الرز في أرض رمضية؟ لا ما ينفعش ليه لأن ليه نظام معين في الرأي؟ الرز بينمو في الميا المحتاج المية موجودة تحته إيه على طول؟ موجودة معاها على طول المية فما ينفعش أروح أخذر الأرز أزرعه فين في الأرض إيه؟ الرملية هيحصل معايا كده فقد جامد جدا فين؟ في كمية مياه إيه؟ الرأي ونظام الصرف السائد طبعا أنا لو عندي صرف مغطأ أو صرف إيه مكشوف ما ينفعش حتى لو في الأراضي الطنية ما ينفعش أروح أزرع رز في أرض طنية نظام الرأي الصرف فيها آسف مغطأ ليه؟ لأن الرز بياخد كميات مية كبيرة فمحتاج صرف مكشوف أقدر أصرف به إيه المية فأنا لما هصرف المية هقدر أتخلص من ريم والأمراض اللي بتبقى موجودة إيه في المية ولكن لو أنا هعمل صرف مغطأ للرز إذن هنا الزواريق والمصارف المغطأ هتتسد ومش هيحصل إيه عملية صرف والأرض تبوز إيه مني أو تطبل إيه مني تعالوا نشوف النقطة اللي بعد كده أسعار المحاصيل طبعا أسعار المحاصيل بتتحكم معي إيه في الدورة لأن أنا بدخل المحاصيل الأكثر إيه ربحا وخصوصا المحاصيل الاستراتيجية اللي بدخل فلوس إيه كتير علشان أقدر أوفر فلوس أصرف إيه على المزرعة ديت إيه أسعار المحاصيل النقطة اللي بعد كده قرب أو بعد الأسواق عن المزرعة طبعا المزرعة اللي قريبة من السوق أقدر أزرع فيها محاصيل الخضر أو المحاصيل اللي تتحمل النقل من مكان إيه للتاني ولكن المحاصيل اللي هي لا تتحمل لا تتحمل نقل أزرعها قريبة من السوق ولكن التي تستطيع أنها تتحمل النقل وتخزين ممكن أزرعها إيه بعيد فبالتالي إيه قرب أو المزرعة اللي قرب أو البعد إيه عن الأسواق النقطة اللي بعد كده المحاصيل أشياء زراعتها إيه بالمنطقة يعني أنا عندي منطقة بتزرع قصب ما ينفعش أروح أدخل لها مثلا إيه محصول تاني يعتبر هناك فاكهة الناس هتاكلوا إيه مني أنا ممكن أزرع في المنطقة بتاعتي لو كلها مزرعة فل بلدي ما ينفعش أروح أدخل فل إيه بلدي ليه لأن كل اللي رايح واللي جاي هيكل المحصول وهو إيه أخدر ليه لأن أنا ما عنديش في المنطقة دي غير الأرض بتاعت اللي فيها إيه في البلد يبا إحنا كده تتكلمنا النهاردة عن الدورة الزراعية وعن أهم خطوات تصميم الدورة الزراعية وفوائد اتباع الدورة الزراعية ونوهنا عن أهم أنواع دورات الزراعية الموجودة عندنا هنا في جمهورية مصر العربية حسب مناخ المنطقة وحسب طبيعة الأرض وبكده هنكون مواصلنا مع حضراتكم لنهاية حلائتنا النهاردة واستودعكم الله الذي لا تضيعه ودعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته